يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الأولى البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك هذه الحلقة وهي الأولى مقدمة للتعريف بهذا البرنامج أولاً عنوان البرنامج فانوراما الظهور المهدوي فانوراما هذا المصطلح أو هذه الكلمة المركبة في أصلها من كلمتين هي كلمة لاتينية تتألف من جزئين فان وتعني الكلي الكل وراما تعني المشهد الصورة اللوحة فانا روما المراد منها الرؤية الشاملة الصورة الكاملة المحيطة هذا المصطلح كان يستعمل في أجواء الفن التشكيل في رسم اللوحات الكبيرة التي قد تكون صورة لمنظر من مناظر الطبيعة حيث تكون اللوحة مجتملة على صورة شاملة لمنظر طبيعي فهناك النهر وهناك حافة النهر وهناك الجبال والأشجار والحيوانات إلى غير ذلك أو قد تكون صورة لمعركة مشهورة وتلك الصورة تجتمل على الكثير من تفاصيل تلك المعركة وهكذا ولما هيمن التصوير الفوتوغرافي في أجواء الإعلام وفي أجواء الفنون صار هناك التصوير الفوتوغرافي البانورامي وهي الصور الكبيرة الواسعة لمدينة من المدائن المعروفة والمشهورة وهكذا فهذا المصطلح يعني الصورة الشاملة هناك مركز في الصورة وهناك صور ولقطات في الحواش والجوانب لكن النتيجة النهائية أن الصورة شاملة المراد من هذا العنوان فانوراما الظهور المهدوي هذا البرنامج سيعرض بين أيديكم في مركز اللوحة في مركز هذه الرؤية الشمولية سيعرض في مركز هذه الرؤية الظهور نفسه الحديث عن غير الظهور سيكون حاشية على الموضوع وسيتضح هذا المعنى تباعا من خلال ما سأشرحه وأبينه في هذه الحلقة التي قلت عنها من أنها مقدمة للتعريف بهذا البرنامج فهذا المعنى الإجمالي لعنوان البرنامج وقت البرنامج إنه شهر رمضان وشهر رمضان شهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه جوهر شهر رمضان ليلة القدر وجوهر ليلة القدر معرفة محمد وآل محمد فشهر رمضان شهر المعرفة حينما نقرأ في سورة البقرة في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الأنبياء وليس على الأمم السابقة الأمم السابقة لم يكن في شرائعها أن تصوم شهر رمضان في الديانات السابقة هناك صيام له أحكامه وخصائصه لكن صيام شهر رمضان لم يكن مشرعا في شرائع الأمم السابقة وإنما كان الأنبياء يصومونه الأنبياء طرا هكذا حدثتنا العترة الطاهرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون ولعل هنا تعطي معنى التوقع الحكمة من تشريع الصيام هي هذه لعلكم تتقون ما جاء مذكورا في الأحاديث الشريفة من بيانات لحكمة الصوم في اتجاهات أخرى ذلك يكون في حاشية الموضوع على سبيل المثال من أن الأغنياء سيتحسسون ويشعرون بجوع الفقراء جاء هذا مذكورا في الأحاديث الشريفة وجاء غير ذلك هذه المضامين مقصودة لكنها في حاشية الموضوع القرآن صريح من أن الحكمة في تشريع صيام شهر رمضان أن يصل الإنسان إلى التقوى لعلكم تتقون هذا إذا ما كان موفقا في صيامه الآية واضحة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إنه صيام شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحكمة هنا فحكمة الصوم ربما نوفق أن نلامس التقوى التقوى مساحة واسعة مراتبها كثيرة حينما نقرأ في سورة آل عمران في الآية الأخيرة من السورة إنها الآية المئتان بعد البسملة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مثلما جاء الخطاب في سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ هنا في سورة آل عمران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على فرائض دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم هكذا فسرت العترة قرآنها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا وماذا بعد واتقوا الله لعلكم تفلحون الفلاح يأتي بعد التقوى لعلكم على سبيل التوقع لعلكم تفلحون وهذا هو الذي أشارت إليه سورة المؤمنون في الآية الأولى بعد البسملة قد أفلح المؤمنون والمؤمنون هم المسلمون لإمام زمانهم هكذا فسروا قرآنهم صلوات الله عليه قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون المسلمون لإمام زمانهم فتشريعه صيام شهر رمضان الحكمة فيه والحكمة منه أن نلامس التقوى إنها التقوى التي تأتي بعد الصبر والمصابرة والمرابطة مع إمام زماننا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون المدار في كل ذلك تبينه لنا الآية الثانية والثمانون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة إنها آية كتابة الدين آية طويلة موطن الشاهد في هذه الآية الكريمة في آخرها واتقوا الله وماذا يترتب على ذلك ويعلمكم الله هذا تعليم ليس من طريق الكسب والتحصيل هذا تعليم هذا تعليم يأتي متفرعا على التقوى إذا ما لامسنا هذه التقوى التي تتحدث عنها هذه الآيات القرآن القرآن كله في المواطن التي تحدث فيها عن التقوى يشير إلى هذه الحقيقة هذا المعنى الذي يردده أصحاب العمائم من أن التقوى أن نتجنب أن نتجنب المحرمات وأن نأتي بالواجبات هذا ما يصر عليه أتباع السقيفة بني ساعد وبعد ذلك جاء معمم السقيفة بني طوس كي يصر على هذا المعنى هذا المعنى يقع في حاشية التقوى التقوى معرفة إمام زماننا شهر رمضان شهر إمام زماننا وقلب شهر رمضان ليلة القدر وأفضل عبادة في ليلة القدر تحصيل المعرفة معرفة إمام زماننا لا تقف عند حد معين لا يوجد حد يصل إليه الإنسان ويقول قد انتهيت من هذا الموضوع إمام زماننا لا حدود له معرفته لا حدود لها إمام زماننا وجه الله فهل هناك من حدود لوجه الله ألا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء معرفة إمام زماننا لا حدود لها شهر رمضان هو شهر إمام زماننا والحكمة من صيامه أن نلامس التقوى أية تقوى هذه التقوى التي تتفرع عن الصبر وعن المصابرة وعن المرابطة في فناء إمام زماننا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله هذه التقوى هي التي تتحدث عنها سورة البقرة واتقوا الله وماذا يترتب على ذلك ويعلمكم الله هذه المعرفة التي يريد منا إمام زماننا أن نتشربها وأن نلامسها ولا يكون هذا إلا بملامسة التقوى من هنا كان هذا البرنامج في شهر رمضان نذهب إلى فاصل حدثتكم قبل الفاصل عن المعنى الإجمالي لعنوان البرنامج بانوراما الظهور المهدوي وحدثتكم عن خصوصية زمان البرنامج إنه شهر رمضان ثالثا موضوع البرنامج في هذا البرنامج سأتناول بالدرجة الأولى موضوع الظهور هناك عنوين ستكون في الحاشية سأتناولها بنحو إجمالي التفصيل كل التفصيل سيكون بخصوص الظهور نفسه عندنا عنوان الإرهاصات وهي الفترة الزمانية التي تسبق فترة العلائم الحتمية عندنا الإرهاصات وعندنا العلائم الحتمية وعندنا مقدمات الظهور وعندنا الظهور نفسه فهذه العناوين هي التي سأتناولها وأحدثكم عنها في هذا البرنامج لكنني سأتكلم بالإجمال وبالإيجاز عن الإرهاصات وعن العلائم الحتمية وعن مقدمات الظهور سأركز كلامي على موضوع الظهور فالإرهاصات والعلائم الحتمية ومقدمات الظهور ليست بأهمية الظهور نفسه هناك أمر لا بد أن أشير إليه وبنحو مجمل وسيأتي التفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الظهور ما هو إلا أمنية بالنسبة لنا أن ندركه ليس من تكليفنا أن ندرك الظهور إدراك الظهور أمنية ولذا فإننا ندعو بذلك ليس من تكليفنا من تكليفنا أن ندرك الظهور تكليفنا العقائدي والشرعي الذي لا مفر منه خدمة إمام زماننا وهذه الخدمة الخدمة تتجسد في التمهيد للمشروع المهدوي إذن هناك الواجب العقائدي والشرعي خدمة إمام زماننا والتي تتشخص وتتشكل في التمهيد للمشروع المهدوي أما إدراك زمان الظهور فتلك أمنية قد ندرك زمان الظهور وقد لا ندرك زمان الظهور تكليفنا خدمة إمام زماننا ولا بد أن نلتفت إلى نقطة أساسية ومهمة جدا من أننا حين ندعو بأن نوفق لإدراك ظهور إمام زماننا أن يكون ذلك بحسب ما يريده إمام زماننا لنا إذا كان الإمام لا يريد لنا أن ندرك زمان ظهوره فلماذا نطلب هذا فعلينا حينما ندعو وحينما نتوجه بالمناجات في أن ندرك زمان ظهوري قائم آل محمد صلوات الله عليه أن يكون ذلك بحسب توفيق إمام زماننا وإلا إذا أدركنا عصر الظهور ولم يكن ذلك في دائرة توفيق إمام زماننا سيكون الأمر وبالا علينا إذا هذه الملاحظات لا بد أن تكون شاخصة دائما أمام أعيننا أن إدراك الظهور أمنية نتمناها ولذا فإننا ندعو بذلك إدراك الظهور ما هو بتكليف لأننا لا يمكن أن نكلف بشيء نحن لسنا قادرين عليه التكليف يكون بحدود ما هو ممكن إدراك لزمان ظهور قائم آل محمد هذا أمر خارج عن الممكن بالنسبة لنا ولذا فإن إدراك ظهور إمام زماننا أمنية نتمناها وأمر ندعو به ونناجي لأجله والملاحظة الثانية أن نتذكر دائما من أن واجبنا العقائدية والشرعية خدمة إمام زماننا والتي تتجسد في التمهيد للمشروع المهدوي وكل يمهد بحسبه وحينما ندعو بأن ندرك زمان ظهوره صلوات الله عليه أن يكون في دائرة رضا إمام زماننا وفي دائرة توفيقه هذه الخطوط العامة التي سأتحدث عنها فيما يرتبط بموقفنا من الظهور أما الظهور نفسه الحدث وتفاصيله فذلك موضوع مفصل الظهور المهدوي مرحلة جديدة في حياة الإنسان الزمان سيتغير المكان سيتغير كل شيء سيتغير الحياة ستكون مختلفة بالكامل عن الحياة التي نحياها في زماننا هذا نحن الآن في جولة الباطل نحن الآن في دولة إبليس هكذا تصف أحاديث العترة صلوات الله عليها الزمان منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض وإلى يوم الظهور الشريف إنها دولة إبليس إنها جولة الباطل دولة الحق تتجلى في عصر ظهور قائم آل محمد ولذا فإن الزمن سيتغير والمكان سيتغير والأجواء ستتغير وتفاصيل الحياة ستتغير وهذا ما سيتضح لكم من خلال بيانات العترة الطاهرة من خلال أحاديثهم وكلماتهم الشريفة لا تتصور أن الظهور حكاية عجائزية ولا تتصور أن الظهور ضرب من ضروب الخيال الظهور حقيقة وحقيقة الحياة على الأرض لم تبدأ جولة الباطل بكل ما ظهر فيها من الحق جولة الباطل هي مقدمة الحياة الحقيقية تتجلى شيئا فشيئا وبنحو تدريجي في العصر القائمي الشريف وامتدادا إلى الرجعة العظيمة ونحن بحاجة إلى بانوراما للرجعة العظيمة إذا ما سنحت فرصة في قادم الأيام فإنني سأتناول هذا الموضوع لكن الحلقات في هذا الشهر الشريف سأتناول فيها الظهور المهدوية الفاطمية العلوية العلوية المحمدي هذه إذن عناوين موضوعات البرنامج وهذه الخطوط الإجمالية لما سيكون الحديث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل إذن تم الكلام في مضمون عنوان البرنامج وفي خصوصية وقت البرنامج وفي موضوعات هذا البرنامج رابعا منهج البرنامج هناك منهجان وإنما تستبان الأشياء من خلال أضادها هناك منهجان هناك المنهج الطوسي البتري إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي عن الواقع الذي يقال له واقع شيعي هناك المنهج الطوسي البتري وهناك المنهج اليماني الزهرائي منهجان إذا ما تابعتم ما يعرض على الفضائيات الشيعية أو على الشبكة العنكبوتية هناك منهجان واضحان هناك المنهج الطوسي البتري وهو منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء وهناك المنهج اليماني الزهرائي وهو المنهج الذي تتبناه قناة القمر الفضائية هذا الأمر ما بات خافيا على كثيرين صار الأمر واضحا أعود إلى منهج هذا البرنامج كما قلت هناك منهجان المنهج الطوسي البتري والمنهج اليماني الزهرائي ولا يمكن لأحد أن يشخص الحقيقة من دون أن يشخص الزيف أولا لا يمكن لأحد أن يشخص الهدى من دون أن يشخص الضلال أولا وهذا هو المنطق العلوي من أهم قواعد المنطق العلوي هي هذه القاعدة ونحن في بيعة الغدير بايعنا الله ورسول الله وأمير المؤمنين على أن نتمسك بالمنطق العلوي مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا علي يفهمكم بعدي فهمنا ومعرفتنا لا بد أن تكون مستندة إلى المنطق العلوي أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة من الخطبة السابعة والأربعين بعد المئة أمير المؤمنين بنحو واضح وصريح هكذا يقول واعلموا واعلموا أنكم أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك لهذا السبب أصر دائما على الحديث عن الطوسيين وعن المراجع البتريين في الحوزة الطوسية اللعين هذا منطق أمير المؤمنين الذي بايعنا عليه على أن نتمسك به في بيعة الغدير هذا هو منطق علي صلوات الله عليه واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه لا بد أن تشخصوا جهة الضلال وإلا لن تصلوا إلى الهدى واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا والإمام يكرر استعمال لن التي هي للنفي التأبيدي مستحيل مستحيل أن تصل إلى الرشد حتى تعرف الذي تركه وماذا قال وماذا فعل واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه وكيف نقضه الطوس في تفسيره التبيان وكيف نقضه سائر المراجع الطوسيين في تفاسيره ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع فقد أشبعته أشبعته وقتلته قتلا وصطرت الأدلة والحجج والبراهين والشواهد من كتبهم من كتب هؤلاء البتريين أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء في الحوزة الطوسية اللعينة منذ زمان تأسيس حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسك به حتى تعرف الذي نبذ معرفة الأضداد مقدمة ما هذا هو منطق القرآن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كيف يكفر بالطاغوت لابد أن يكون عارفا بالطاغوت وشؤونه حتى يكفر به فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ماذا يترتب على هذا فقد استمسك بالعروة الوثقة هذا قرآن قرآن سورة البقرة إنها الآية السادسة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي كيف يتبين الرشد من الغي يبين لنا القرآن ذلك فمن يكفر بالطاغوت إنما يتحقق الكفر بعد المعرفة بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت وبعدها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام له هذا منطق القرآن ومنطق علي هؤلاء الذين يلمون ني لماذا أركز في كلامي على ضلال مراجعي حوزة النجف وكربل إنني أتمسك بمنهج علي في بيان الحقائق على هذا بايعت في بيعة الغدير ولا أبالي بما يقولون هذا منطق القرآن وهذا منطق علي ومثل ما قال لنا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي قد تبين الرشد من الغي كيف يتبين الرشد من الغي من خلال هذه القاعدة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صام لها تذكروا كلمات علي هذه واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقض ولن تمسك به حتى تعرف الذي نبذه نبذه رماه بعيدا وابتعد عنه فهذا هو الذي يكون نابذا للكتاب ولحقائق الدين ولإمام زمانه وهذا هو المنهج الطوسي البتري المرجئي اللعين إذن هناك منهجان هناك المنهج الطوسي البتري وهناك المنهج اليماني الزهرائي المنهج الطوسي البتري هو منهج الأعراب إنهم أعراب السقيفة بني ساعد هم هم تصوروا لنا بصورة شيعية في الحوزة الطوسية النجفية هم هم هذا هو المنهج الأعرابي وأدل دليل عليه تفسير التبيان للطوس وما كتبه هؤلاء الأعراب في حوزة الطوس في سائر تفاسيرهم إلى يومنا هذا الكافي الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الثامنة والأربعين إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه إمامنا صادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول تفقه في الدين تفقه في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي أن يكون التفقه بحسب منهج العترة الطاهرة مثلما مر الحديث قبل قليل عن التقوى ومن أن التقوى التي يتحدث عنها القرآن هي التي تكون بوابة للعلم الحقيقي وهذا هو التفقه في الدين تفقه في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي من هنا جاء المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة بخصوص الأول والثاني من أنهما الأعرابيان وهذا المصطلح الأعراب إنهم النواصب إنهم أعداء العترة الطاهرة حينما نقرأ في سورة التوبة في الآية السابعة والتسعين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وهذه أوصاف النواصب الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله هؤلاء هم أعداء العترة الطاهرة هؤلاء هم قتلة الزهراء وآل الزهراء الأعراب أشد كفرا ونفاقا سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة وسقيفة بني طوسي أحرقت منزلة فاطمة فأنكرت إمامتها سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة سقيفة بني طوسي قتلت شخصيتها وفارق بين الشخص والشخصية منهج واحد منهج الأعراب الأعراب أشد كفرا ونفاقا المنهج الطوسي البتري منهج أعرابي والمنهج الأعرابي منهج يقود إلى التفاهة والفوضوية نحن نقرأ في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار إنني أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثمانين يا أبا ذار يا أبا ذار هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان لا تصيبها لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم إنهم الأعراب حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياه وهذا هو الذي يشهد به التاريخ في الماضي ويشهد به الواقع في الحاضر هؤلاء هم الأعراب المصداق الأوضح لما جاء في كلمات رسول الله المصداق الأوضح الأعراب والمراد من الأعراب النواصب أعداء العترة الطاهرة يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينه عقلاء في دنياه والأحمق هو الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها ويريد أن ينفع غيره فيضره إنها التفاهة والسخافة والفوضوية هذا هو المنهج الطوسي البتري اللعين منهج أعرابي منهج تافه منهج سطحي سخيف منهج ترقيعي دقق النظر في أجوبتهم دقق النظر في أبحاثهم للذين يمتلكون القدرة على ذلك إنهم يرقعون أي شيء بأي شيء يرقعون توافه الموضوعات بتوافه الكلام كتب تفسيرهم ملئت بالسخافات والتفهات وقد ضربت الكثير من الأمثلة الكثير والكثير في سلسلة برامج الطويلة التي تبث عبر هذه الشاشة وتنشر على الشبكة العنكبوتية إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة لا بد أن نشخص الباطلة وإذا أردنا أن نعرف محمدا وآل محمد لا بد أن نشخص الذين يذهبون بنا بعيدا عنهم إنهم مراجع النجف وكربلا الذين أسسوا دينهم الخاصة بهم إنه الدين الطوسي اللعين مذهب عباسي حدثكم عنه بالتفصيل عودوا إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع أقولها لكم عليكم أن تعرف حقيقة المذهب الطوسي وإلا لن تتحرك خطوة واحدة بنحو صحيح باتجاه إمام زمانكم قد لا تقبلون كلامي هذا ولكن سيمر الزمان وبعد ذلك تدركون الحقيقة ولا تحين مندم حاولوا بكل ما تستطيع أن تعرف حقيقة المذهب الطوسي أن تعرف ضلال الحوزة الطوسية في النجف وكربلا أنتم سادرون ومخدرون ولا تتمكنون من تشخيص الواقع الذي يحيط بكم دقق النظر فيما يعرض في قناة القمر الفضائية لا على أساس أن تقبل ما يطرح عبرها وإنما لأجل أن تعرف الحقيقة هذا هو المنهج الطوسي البتري اللعين أما المنهج اليماني الزهرائي ونحن هنا لن ندعي أننا على هذا المنهج بنحو كامل إنها محاولة محاولة أن نكون قريبين من هذا المنهج بحدود ما نستطيع هكذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والستين من الحديث المرقم بالرقم السابع والعشرين بسنده بسند الكلين عن جابر عن جابر الجعفي عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يذكر لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان يماني إنه الإيمان المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدوي هذا هو الإيمان اليماني مصطلح من مصطلحات العترة الطاهرة وهذا مصطلح محمدي هذا مصطلح من رسول الله صلى الله عليه وآله الإيمان يماني والحكمة يمانية وهذا هو الذي أقصده من أن المنهج الذي نحاول أن نكون قريبين منه هو المنهج اليماني الزهرائي هذا منهج إعرابي المنهج الطوسي منهج أعرابي فرقوا بين المنهجين هذا منهج إعرابي ماذا نقرأ أيضا في الكافي الشريف من الجزء من الجزء الأول من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة الثالثة والسبعين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند الكليني عن جميل ابن دراج قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه أعرب حديثنا فإنا قوم فصحا هذا هو المنهج الإعرابي الإعراب بيان الحقائق المنهج الطوسي منهج أعرابي منهج التفاهة والسفاهة والسخافة إذن المنهج الطوسي منهج أعرابي المنهج اليماني الزهرائي منهج إعرابي أعرب حديثنا فإنا قوم فصحا هذا هو منهج الحكمة اليمانية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مثل ما جاء في نهج البلاغة الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من الخطبة الخمسين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا وهذا الكلام مرارا قرأته عليكم في البرامج السابقة لكنني أعيد قراءته لأهميته وعليكم أن تتذكروا هذه الحقائق كي تستكشف ضلال حوزة النجف وكربلاء فأين هذه الحوزة ومراجعها عن هذه الحقائق أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس في زمان غيبته وفي زمان غيبته الطويلة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة القائف الذي يمتلك الخبرة في تتبع الآثار في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة حتى لو استعمل كل قدراته في معرفة الآثار ثم ليشحذن فيها في زمان السترة في زمان الغيبة الطويلة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر من الذي يشحذهم إمام زمانهم تجلى بالتنزيل أبصاره فأين هذه الأبصار التي قد جلية بالتنزيل أين هذه الأبصار إذا ما رجعنا إلى تفاسير مراجع النجف وكربلاء وجدنا الضلال في أوضح صوره ووجدنا المنافرة والمناقضة للمنطق العلوي ووجدنا النقض الواضح لبيعة الغدير تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم فأين هذه المسامع التي يرمي الحجة ابن الحسن تفسيره فيها أين هذه المسامع ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء كؤوس الحكمة يشربونها صباحا ومساء أين هذه الحكمة عند مراجع النجف وكربلاء حينما يتحدثون يتحدثون ضلالا وحينما يكتبون يكتبون ضلالا فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا هو المنهج اليماني الزهرائي منهج الإعراب أتحدث عن إعراب الحقائق ووضوحها منهج الحكمة والانتظام إنهم أولئك الذين يشربون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء هذا هو الواقع الشيعي فابحثوا ابحثوا عن هؤلاء الأشخاص الذين يخبركم منطقهم عن أنهم شربوا كؤوس الحكمة أم لم يشربوها الواقع الشيعي بين أيديكم هذه قضية بإمكانكم أن تصلوا إليها بأنفسكم ابحثوا كلام أمير المؤمنين حجة عليكم ماذا ستقولون لأمير المؤمنين إذا ما قال لكم من أنكم يفترض فيكم أنكم بايعتم في بيعة الغدير على أن تتمسكوا بالمنطق العلوي وهذا هو المنطق العلوي إذن لماذا لا تتمسكون بالمنطق العلوي ابحثوا عن هذه الحقائق منهج هذا البرنامج هو المنهج العلوي هو المنهج اليماني الزهرائي الواضح الصريح نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا ما يرتبط بعنوان البرنامج وقت البرنامج موضوع البرنامج ومنهج البرنامج إنه المنهج اليماني الزهرائي أشير بنحو إجمالي إلى أهم ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج إنه منهج الفهم العميق وهذا هو منطق علي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من طبعة نفسها وفي الصفحة السادسة والعشرين من كلام لسيد الأوصية وقد رقم بالرقم الثامن عشر أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن فماذا يقول وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق المنهج القرآني منهج الفهم العميق هذا هو منطق عليه وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق وهذا المعنى لن تجد له عينا أو أثرا في غير تفسير العترة لقرآنها أناقة ظاهر القرآن وعمق باطنه لن تجد لا عينا ولا أثرا من كل ذلك في كل تفاسير سقيفة بني ساعد وفي كل تفاسير وقذارات سقيفة بني طوس لن تجد شيئا إلا في تفسير العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق هذا الباطن العميق هو الذي يحدثنا عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الكافي الشريف الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة مية وأربعة عشر إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه باب النسبة بسنده بسند الكليني عن عاصم بن حميد قال قال سئله علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إنها الآيات الأولى من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك فمن رام عمقا وراء هذا العمق فمن رام وراء ذلك فقد هلك القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق وهذا العمق تتلمسه العقول كل عقل بحسبه إنني أتحدث عن العقول التي تهتدي بهدى علي وآل علي عن العقول التي تتدبر إذا ما تدبرت في آيات الكتاب من خلال تفسير العترة الطاهرة إنني أتحدث عن العقول التي حدثنا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما أخبرنا عن أن صاحب الزمان سيصنع هذه العقول في زمان غيبته الطويل تجلى بالتنزيل أبصارهم من الذي يجليها إنه هو بقية الله ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ويرمى ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذه هي العقول التي أحدثكم عنها هي هي عقول هؤلاء المتعمقين الذين يحدثنا عنهم في هذه الرواية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور فمرام عمقا فمرام وراء ذلك فقد هلك قنوى بنت رشيد الهجري إنني أقرأ عليكم من كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثامنة والسبعين عن قنوى بنت رشيد الهجري وقنوى هذه من الشيعيات المميزات الصالحات قنوى هذه من مجموعة الشيعيات الراجعات مع إمام زماننا قنوى هذه ستكون راجعة زمان الظهور مع مجموعة من النساء الشيعية الصالحة المميزة واحدة منهن هذه قنوى وإذا ما سألتم عن معنى قنوى القنوى هي الشجرة الطويلة عن قنوى بنت رشيد الهجري قالت قلت لأبي إنها تخاطب أباها رشيدا قالت قلت لأبي ما أشد اجتهادك ما أشد اجتهادك ما أشد ما تقوم به من طاعة وعبادة وإخلاص وعمل صالح ما أشد اجتهادك قال يا بني ورشيد هذا من أصحاب علوم الأسرار يا بني يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا إنه يتحدث عن هؤلاء المتعمقين قنوى هكذا قالت لأبي هارشيد ما أشد اجتهادك فماذا أجابها يا بني يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا وماذا نقرأ وماذا نقرأ في بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة أربعمية وخمسة وثمانين إنه الحديث الخامس من الباب الحادي والعشرين عن الهيثم التميمي قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا الإيمان لا بد أن يكون إيمانا بالظاهر الأنيق والباطن العميق هذا القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق وهذا الكلام يجري على عالم التكوين وعلى عالم التشريع ويجري على كلمات الكتاب الكريم وعلى كلمات أحاديث العترة الطاهرة واضح في زياراتهم نحن نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم والكلام هنا ليس مرتبطا بظاهرهم وباطنهم فقط هم خلاصة الوجود وهم أئمة الوجود التكوين له ظاهر وباطن وظاهر التكوين يرتبط بظاهرهم وباطن التكوين يرتبط بباطنهم وهكذا الحال مع التشريع إلى كل طبقات الوجود ومراتب الفيض يا هيثم التميمي إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك لأن الإيمان لابد أن يكون إيمانا بالظاهر والباطن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وأقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها إنها طبعة دار العسوة طهران إيران في الصفحة الثانية بعد الستمائة الحديث الثاني إمامنا السجاد يخبرنا آيات القرآن خزائن خزائن والخزائن لها ظاهر ولها باطن فظاهر الخزائن شيء وباطن الخزائن شيء آخر آيات القرآن خزائن فَكُلَّمَا فُتِحَتْ خِزَانَةٌ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا فَكُلَّمَا فُتِحَتْ خزانَةٌ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا منطق العترة واحد وكلامهم يشد بعضه بعضا فآيات الكتاب وأحاديث العترة بنيان مرصوص متكامل في ظواهر الأمور وفي بواطنها وهذه الحقيقة واضحة وجلية جدا إذا ما أردنا أن نتدبر أولا فيما جاء عن العترة الطاهرة في تفسير قرآنها وبعد ذلك ننتقل إلى التدبر في آيات الكتاب الكريم إذن هذا الملمح الأول من ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج وهو الفهم العميق ستتضح الصورة بين أيديكم شيئا فشيئا من أن حقيقة الظهور حقيقة عميقة ما هي بصورة بسيطة ساذجة هناك عمق وعمق وعمق بيّنته كلمات العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل الملمح الثاني من ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج البناء العقائدي وفقا لمنظومة أيام الله والتي أشار إليها الكتاب الكريم في سورة إبراهيم إنها الآية الخامسة بعد البسملة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لا أريد أن أقف طويلا عند الآية الكريمة إنما ألفت أنظاركم إلى أن عقائد الأنبياء والتي حرفت حرفتها أممهم كانت مبنية على منظومة أيام الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أيام الله في تفسير العترة الطاهرة أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة وهذه هي عقيدة المعاد عقيدة المعاد بيوم القيامة فقط هذه عقيدة عقيدة سقيفة بني ساعد وعقيدة سقيفة بني طوس عقيدة المعاد في دين العترة الطاهرة هي العقيدة بالأيام الثلاثة بيوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وذكرهم بأيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى حينما تتحدثون عن عقيدة المعاد ويكون الكلام عن القيامة الكبرى هذه عقيدة مبتورة هذه عقيدة بترية ومن هنا فإن المنهج الطوسي منهج بتري الطوسيون في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية السوداء والبيضاء بتروا دين العترة ومن جملة ما بتروا بتروا عقيدة المعاد فجعلوا المعادة مرتبطا بيوم القيامة فقط عقيدة المعادة ترتبط بأيام الله وأيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجافية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون هذه الآية لن تكون واضحة من دون الرجوع إلى تفسير العترة الطاهرة قل للذين آمنوا ماذا يفعلون؟ يغفروا للذين لا يرجون أيام الله من هم هؤلاء الذين لا يرجون أيام الله؟ إنهم الذين يجهلون عقيدة المعاد يجهلون أن عقيدة المعاد تبنى على منظومة الأيام الثلاثة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ هذا هو تفسير القمي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ستمية وأربعة وثلاثين بسنده بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله إمامنا الصادق يبين لنا معنى الآية قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا بمعرفة محمد وآل محمد أن يغفروا للذين لا يعلمون كيف يغفرون لهم فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم قل للذين آمنوا وهم الذين قد تمسكوا بمعارف العترة الطاهرة وألموا بها قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله الذين لا يرجون أيام الله الذين لا علم لهم بالعقيدة الصحيحة هذا هو القرآن وهذه أحاديث العترة الطاهرة ما جئتكم بشيء من عندي قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق عمائمكم السوداء والبيضاء هذا دين العترة الطاهرة وهذا المنطق جلي وواضح وبين فهذا البرنامج أتحدث عن برنامجنا في هذا الشهر الشريف عن بانوراما الظهور المهدوي المنهج الذي سيتبع فيه هو المنهج اليماني الزهرائي وهذه ملامح هذا المنهج الملمح الأول الفهم العميق الملمح الثاني البناء العقائدي في عقيدة المعات وفقا لمنظومة أيام الله وأيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله إمامنا الصادق يقول قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم الملمح الثالث من ملامح المنهج المتبعي في هذا البرنامج قاعدة الأمان وهي القاعدة التي يجب علينا أن نتعامل معها في فهم أحاديث الغيبة والظهور هذا الكلام واضح في ثقافة العترة الطاهرة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران صفحة 506 إنه الحديث السادس عشر عن علي بن يقطين قال قلت لأب الحسن موسى لإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي وما روي في أعاديكم قد صح مراده من أن الأحاديث التي وردت عن أن العباسيين سيحكمون حكم ومن أن الأئمة صلوات الله عليهم سيقومون بالأمر لم يتحقق هذا المعنى فقال إمامنا الكاظم إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج المراد من هذه القاعدة من أن أحاديث الغيبة والظهور نسجت وفقا لبرنامج يمكن أن تفسر تلك الأحاديث وأن تفهم على سبيل الاحتمال في كل مقطع زماني تعيشه الشيعة لماذا؟ لأن الأئمة يعلمون متى سيكون ظهور إمام زماننا وهناك قرون وقرون فلا بد من وجود قاعدة نفسية تربوية لأجل أن لا تخص القلوب أن يطول على الشيعة الأمد وطال على الشيعة الأمد وقسة القلوب ولكن هناك في الشيعة من سار مع قاعدة الأمان وأنتم عللتم بالأمان فخرج إليكم كما خرج الروايات واضحة وصريحة بهذا المضمون وهناك رواية بنفس هذا الاتجاه في غيبة النعماني أشير إلى موطنها فإنني لا أجد وقتا كافيا لقراءتها غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 305 إنه الحديث الرابع عشر عن إمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه مع تفصيل في الرواية التي هي مروية عن علي بن يقطين قاعدة الأماني قاعدة أساسية وضرورية جدا في فهم أحاديث الغيبة والظهور نذهب إلى فصل الملمح الرابع وهو الأخير من ملامح المنهج المتبع في هذا البرنامج الملمح الأول الفهم العميق والملمح الثاني البناء العقائدي وفقا لمنظومة أيام الله الالتزام بقاعدة الأماني في فهم أحاديث الغيبة والظهور الملمح الرابع التمهيد واجبنا العقائدي والشرعي الذي لا مفر من إذا كنا شيعة زهرائيين مهدويين هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران صفحة صفحة إنه توقيع إسحاق بن يعقوب والذي جاء في آخره إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم الأمر واضح وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم وقاعدة واضحة في ثقافة العترة الطاهرة من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر فلا بد أن يكون هناك من عمل يناسب مضمون الدعاء إمام زماننا في الحقيقة يطالبنا بالعمل لا يطالبنا بالدعاء المنفرد والفارغ والبعيد عن العمل وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم الأمر واضح بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج وهناك أمر لازم لهذا لا بد أن نكثر في العمل التمهيدي للمشروع المهدوي لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر يكون لغوا فهل يأمرنا إمام زماننا بلغوا بكلام لا معنى له إذا كان الإنسان عاجزا عن العمل هذا أمر آخر سيكون عمله الدعاء فقط أما إذا كان الإنسان قادرا على العمل فإن الدعاء من دون عمل بالنسبة إليه سيكون لغوا وسيكون إساءة أدب في حق إمام زمانه الذي تقف أمامه المعوقات ولا يستطيع أن يعمل فإن عمله سيتحول إلى الدعاء فقط وهذه حالة استثنائية الأصل أن الإنسان قادر على العمل فحينما يأمرنا إمام زماننا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج إنه يأمرنا أن نكثر من العمل الممهد للمشروع المهدوي العظيم وكما بينت لكم قبل قليل إدراك الظهور أمنية نحن لا نعمل على أن ندرك الظهور هذا الأمر ليس ممكن بالنسبة لنا هذه أمنية ولذا فإننا نتوجه بالدعاء بخصوصها الذي نتمكن أن نقوم به هو التمهيد للمشروع المهدوي وهذا الأمر لا علاقة له بأن ندرك زمان الظهور أو أن لا ندرك زمان الظهور وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم العمل العمل المطلوب هو التمهيد لإمام زماننا التمهيد لإمام زماننا لإمام 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 عدة مستويات وقت الحلقة أوشك على النهاية سأكمل لكم حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم الموضوع الرئيس والمركزي في هذا البرنامج ليس عن علامات الظهور وليس عن مقدمات الظهور وإنما عن الظهور نفسه وهذا موضوع أساسي ورئيس جدا عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات وأن تنتفعوا من الحقائق التي ستكشف فيها إنها ثقافة العترة الأصيلة إنها الثقافة المضيعة لقد ضيع الطوسيون أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء ضيعوا ثقافة العترة الطاهرة وجاءوكم بشيء من التفاهة والسخافة والسفاهة وهذا هو الذي ملأ به المكتبات وتملأ به الفضائيات الآن وتملأ به الشبكة العنكبوتية في المواقع الشيعية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر